السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على حساب الاحتمال. لو عندنا مجموعة معينة او فجروب عشوائية معينة زي مثلا اه القاء النارد او رمي النارد. واحنا عارفين انه مجموعة فضاء العينة وفي الحالة دي بتساوي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بالشكل ده. ازا تم رمي حجر النارد مرة واحد. الاحتمال ان هو يظهر عندنا ايه من رقم واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. لو قلنا مسلا هنزين نحسب احتمال ظهور رقم زوي. ظهور رقم زوي. في الحالة دي احنا عندنا حدث معينة. هو ظهور رقم زوي. الحدث ده هنسميه مسلا الف. الف بتساوي اتنين واربعة وستة. اتنين واربعة وستة. احنا عرفنا ازاي ان احنا نعمل الحاجة دي في الفيديوهات اللي فادل. دلوقتي عايزين نعرف ازاي نكسب الاحتمال. ايه هو احتمال حدوث الحدث ده من فضاء العينة الرئيسية. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنعد عدد العناصر الموجودة. وهو الحدث بتاعنا اللي هو الف. وبنقسمه على عدد الاحتمالات اللي موجودة في المجموعة بتاع الفضاء العينة. فهنقول احتمال الف بنكتبها كده لام والف بينك وصين بتساوي طبعا عندنا تلاتة على ستة. اللي هي بتساوي نص. يبقى احتمال حدوث الحدث الف بيساوي نص. بمعنى تاني نص او 50% من الوقت هيحصل الحدث الف. 50% من الوقت هيحصل الحدث الف. لان العناصر بتاعته بتمثل نص العناصر الموجودة في فضاء العينة. مثال تاني لو قلنا حدث تاني. مثلا عدد بيقبل الاسم على اربعة. عدد يقبل قسمة على اربعة. وهنسمي الحدث ده با. با هتساوي اربعة. با هتساوي اربعة. معنى كده ان احتمال حدوث الحدث ده بيساوي واحد على ستة. وبواحد على ستة. يعني سوتس في المية. السوتس بيمثل احتمال حدوث الحدث ده من كل العناصر اللي موجودة في مجموعة فضاء العينة. يبقى دي طريقة حساب الاحتمال. الاحتمال مش ممكن ان احنا نحسبه ليه الاحداث بس ممكن احنا نحسبه ليه العمليات اللي بتتم على الاحداث. يعني مثال لو قلنا عندنا قطعة نقود وتم رمي قطعة النقود دي اللي مرتين. فالاحتمالات بتاعتنا هتكون يما صورة وصورة زور الصورة مرتين. او صورة وكتابة. او كتابة وصورة. او كتابة وكتابة. يبقى دي مجموعة فضاء العينة عندنا. وهنقول انه عندنا حدثين. الحدث الاول الف. الف هو ظهور صورة على الاقل. صورة واحدة على الاقل. معنى كده المجموعة بتاعتنا هتكون فيها. صورة مع صورة. صورة وكتابة وكتابة وصورة. هذه المجموعة الف. المجموعة بقى هتكون ظهور كتابة واحدة على الاقل. فهتكون العناصر اللي عندنا هي العناصر دي. يبقى برضو عندنا ثلاث عناصر. دول الحدثين اللي موجودين عندنا. لو انا هزين نحسب احتمال حدوث الف. اتحاد او تقاطع. الف تقاطع باق. والف اتحاد باق. بالتالي هنشوف الحدث ده الاول. عدد العناصر اللي فيه قدي. الف تقاطع باق. هنلاقي هنا هم عنصرين بس. اتنين. يبقى اتنين على اربعة. من مجموعة عناصر فضاء العينة. اتنين على اربعة. بساوي نص. يبقى احتمال حدوث الحدث اللي بتمثله الف تقاطع باق. بساوي نص. احتمال الف اتحاد باق. الف اتحاد باق. هنلاقي انه فيه اتنين هنا عناصر مشتركة. فيه اتنين عناصر مشتركة. فبنعدهم الراحدة بس اتنين. تلاتة اربعة. اربع عناصر. يبقى اربعة على اربعة بتساوي واحد. يبقى المجموعة دي او الحدث ده الف اتحاد باق. بيمثل كل العناصر اللي موجودة في فضاء العينة. مية في المية لازم هيحصل. مية في المية لازم هيحصل. علشان نحسب الف اتحاد باق دي. بنقوم عاملين كده. بنقول الف اتحاد باق بتساوي الف زائد باق. الف زائد باق. يعني هنجمع كل العناصر على بعض. ناقص. الف. تفاطع باق. الف تفاطع باق. هيطلع عندنا هنا ستة عناصر. ناقص. هم كلهم ستة ناقص. اتنين. هتساوي عندنا اربعة. دي طريقة تانية ازا كانت العناصر اللي موجودة جوة. الاحداث دي كتيرة جدا. ما نقدرش ان احنا نهدها. ممكن نتلغبط لو نهدها. فبنقوم عاملين كده. الف زائد باق كلهم. ناقص التخاطع اللي ما بينهم. فبيدينا العدد الصحيح في الاق. اربعة. هو نفس الرقم اللي احنا طلعناه. يبقى دي طريقة حساب الاحتمال. المرة الجاية هناخد امثلة اكتر. هشوفك المرة الجاية ان شاء الله. سلام عليكم. اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر